موسيقى السلام عليكم و مرحبا بكم جديد على قناتي و قناتكم اليوم فيديو جديد و وصفة جديدة سوف أعجبكم كيك بالطبقات الشوكولاتة من منظرا و مذاقا ان شاء الله اعجبكم مقادير جد مضبوطة يعني صراحة سوف يعجبكم بزاف اذا كنت تعرفوا الطريقة والمقادير نمروا و تبعوا معي الفيديو اذا كنت نوجد الكيك ديالنا سوف نحتاج ثلاثة بيضات متوسطة الحجم كأس الى ربع ذيال الزيت كأس مملوء جيدا ديال سكر خاشين و نحتاج كذلك واحد الياغورت طبيعي هنا هاد العبار ذيال الزيت و الكاس عبرتهم واحد الكاس اللي هو نفس العبار ذيال الكاس ديال الياغورت جوج ملاعق ديال كاكاو واحد قبصة ملح واحد صاشي ديال سكر منكا بالفانيليا وجوج خمارات اللي من فئات يعني العبار ذيالهم في مجموعة 16 جرام و الدقيق هنقول لكم مش حال بالضبط بالملاعق اذا غناخد واحد الاناء اللي غنخلط في هاد الكيك ديالنا غناخد هادك البيت و غنكسره فيه و غنزيد ليه قبصة ملح و كذلك سوشي ديال الفانيليا تقدر استعملوا الفانيليا السائلة نطرب هاد المكونات مزيان على هاد الشكل تقدر هاد الكيك تصيبوه كذلك في الخلط الكهربائرة هوا ينجح معاكم و كيجي زوين اذا غنزيد عليه السكر و الزيت و كذلك الياغورت طبيعي كما كنا نقول لكم دائما الياغورت طبيعي كنفضلوا في الكيك و المعجنات لانه يساهم في نجاح الوصفات و ما نفضلش هادوك يعني هادوك الانواع الاخرى ديال الياغورت كنحاول نخلط هاد المكونات مزيان حتى كنحس بانه ساندة دابت يعني ما بقيتش كنحس بها فاش كنضرب باب بالطراب اليدوي و تقدروا ايضا تطلعوا يعني البيض بالطراب الكهربائي المهم كنبقى اختياري انا كنستعمل هاد طريقة و كيجي جينواز ناجح مهم هنا كنزيد جوج معالق ديول الكاكاو كنخلط هاد المكونات مزيان كنحاول داك الكاكاو ندخله مع الخليط باش ما يتحببش ليا لانه ضرور يتغرب له الخميرة و الدقيق و الكاكاو باش كيساهم يعني ضغيات تخلط معاكم انا غنزيد الدقيق غنزيد ثلاثة المعالق يكونوا عامرين يا البنات يكونوا دايلين ديكل القبة باش نعطيكم العبارة بالتدقيق و غنزيد عليه دوك جوز صشيات جول الخميرة الحلوية و بيكين باودر للوزن ديالهم فتوطل هو 16 جرام و غنحاول نضيف يعني نخلطهم مع المكونات هنا غنزيد جوج ملاعق اخرى مملوء جيدا ملعقة ديال الطعام الليبنات يعني الكبيرة و غننخلطها و غنحصل على واحد الخليط اللي هو خفيف شوية يعني ما تقلش يلخفتم انجح معاكم زيدوا مع العلقة اخرى غناخد هاد المول اللي هو ديال غرانيت انا ما غنندهنوش نهائيا ما غندهنوش نحن ديال حاجة غنقب الخليط مباشرة فيه فهذا الأثناء يعني انتو ميلة عندكم مول اخر دهنوه بالزبدة ورشو عليه الضقيق هنا في هاد الأثناء فشانا كنت خلط الكيك كنت وجد الكيك ديالي كنت سخنط الفران على درجة 180 دوكريسيوس ملفق وملتحت اللي غندخل الكيك غنشعل غير ملتحت حطي يطيب الكيك واشعل من الفق باشي تحمر شوية ولا بلاش بنسبال هاد الكيك ديال الكاكاو ما كيحتاج نهائيا تحمر من الفق موهم هنا الكيك مازال هو سخون خرجتو ملفران مباشرة غنسقيه بكاز ديال الحليب بارد نسقيه بكاز ديال الحليب بارد نسقيه بكاز كامل عمر على هات الشكل ونحطوه على جنب حتي تشرب هادك الحليب ندوزو دهنو بالطبقة الثانية نحتاج فيها نصف لتر الحليب نحتاج ثلاث ملاعق مبنو اجيدا سكر سانيدة تقدروا اكثر هنا نحتاج ثلاث ملاعق النشا او الميزينات تقدروا تعوضها بدقيق ثلاثة مربعات الفرمج وجسة كاكاو ثمانية مربعات شوكولاتة نضيف السكر والنشا على الحليب نخلط المكونات مزينا على هات الطريقة ونزيد عليهم كذلك الكاكاو اللي غرب له باج ما يتحببش ليوم ما يعدبنيش في الضخلات بهات الطريقة بالنسبة لكاكاو بالنسبة لكاكاو تقدروا تعوضه بالكاكاو انا فضلت هذا لانه ما يجيش مر بزف وما يعطيش ذلك اللون الغامق احكا باش نحصل على واحد الفرق بابين اللون ديال الطبقة اللولة والنون ديال الطبقة التانية تقدروا تسعملوا نوع واحد اذا هنا كنخلط مزيان ومن بعد ما كنخلط مزيان سنرجعوا فوق العافية بطبيعة الحال تحريك المستمر النار تكون متوسطة حتى نحصل على هاد القوام اللي شته يعني كيجي قوام كريمي بنسبة كيفاش كنعرف ان الكريمة ديالي طابت هو انه يطلعوا دك فوقعات كنحبس يعني كنزلها من فوق النار دا ما منيزلتها فوق النار سنضيف هادو 8 مربعات الشوكولاتة السوداء وهاد 3 ديال القطع ديال الفرماج هنا عشنو الدور ديال الفرماج وكيهرس هاديك الحلاوه ويعطيها واحد نكه اخرى وكيجي صراحة رائع ونخليه شوية واحد دقيقة ونرجع نخلطه مزيان باش غيكون ديك سخونية دخلت مع الفرماج ومع كذلك يعني مع الشوكولات هنا تقدروا السعب لدك الخلاط الكهربائي باش دغية دخلت معاكم انا اكتفي فقط يعني اكتفيت فقط بالخلاط اليدوي ونحصل على واحد الخليط اللي هو متجانس الى هاد الشكل الكريمة ديالنا راح وجده نصبها وغنكوبها فوق الكيك ديالنا ونحاول نوزها بشكل اللي هو متساوي بها الطريقة بالمعلقة ولا باي حاجة عندكم بسباتولو لا اي حاجة ونحاول نخدك المول وغنضبي سطح العمل باش يكون عندي واحد سطح مستوي بالنسبةل الكريمة اللي الفوق غا نحتاج عشرة القطعة ديال الشوكولات السوداء ووحد ضنيت ديال الكاراميل دوبت هذيك الشوكولات وزدت عليها ضنيت كاراميل وحصلت على واحد الخليط اللي هو لامع ورائع كما كتشوفو راه لامع جدا تقدروا تستعملوا في اي كيك اخر ماشي غير هذا تقدروا تصيبوا غير الكيكة وتصبوا فوق من نور كي تشأروا بها وكي يجي روعة ممكن نحاول نسويه بهذه الطريقة غير بالخاطر باش من نمسش هذيك الكريمة يعني ونخربها لكينا تحت من هذي القلاسج ونسويها بهذه الطريقة نحاول نغطيها كاملة ركات جي رائعة ومليسا ليها كاملة يعني كبيت هذيك القلاسج كان حاولت هو نضرب سطح العمل نضرب المول سطح على سطح العمل باش نحصل على واحد السطح اللي هو مستوي على هذي الطريقة بنسبة الخطوط غانووجدهم بواحد طريقة سهلة بسيطات تقدروا ايضا انتم تنوعوا ماشي غير تديروا الطريقة اللي درت انا غاناخد هنا هذي بيرلي ولا ايضا اللي عندكم ماشي بتداروا على بيرلي وغاناخدوا واحد للمربع دي الشوكولاتة غير دردوك تفيدية غير واحد غاندوبوا على نار اللي هي مهيلة ولا حمام مريم وغانبقى نضيف داك بيرلي شوية بشوية حتى نحصل على اللون اللي بغيت بهالطريقة كنحاول نضرب بهم متخافوا لو كي يصحبكم واشي ضانون كيتقطاع ولا يعني خسرت لكم الكريمة لا غير حاولوا ضربوا بهم زيان وزيدوا داك ضانون شوية بشوية حتى تحصلوا على الخال على اللون اللي بغيتو يعني الى الشكل اللي بغيتو حتى نحصل على اللون اللي هو يعني فاتح شوية باش يكون مغاير اللون الابيض ومغاير القلصاج هو هذا الشكل ديرو كي يجيزوين ورائع وغاناخد غاندير ضانون اللي بقالية والالبير اللي بقالية في ميكا لها الطريقة والاخر غانديرو في الطريقة الثانية صيبتي هنا تقدروا تستعملوا يعني لبوش ولا اي حاجة عندكم انا استعملت غير ميكا بهالطريقة وغانقطحها وكنحاول باش تعرفوا وش حال السمك اللي بغيت كنا كنجربو في دي يعني السمك ديال الخيط وكندير خيط بيض خيط بيض خيط بيض خيط بيض خيط بيض خيط باللون الاخر كنحاول نقربهم ما تكون المسافة بعيدة باش نحصل على واحد شكل الرخامي اللي هو هائل ورائع اذا بها الطريقة حتى كنسل المول كنجيب كنجيب هنا جبتها بروشيت تقدروا تجيبوا الموس او لأي حاجة بها الطريقة يعني كنكون غادة من الفوق مثلا من هات طريقة من جهة الكاميرا اللي عندي انا في الجهة يعني منين سالي كامل المول خططوا بديك الطريقة غنخطط دابة بندوك جوش خيط في الاتجاه المعاكس يعني من جهتي جهة الكاميرا بها الطريقة حتى نحصل على هاد الشكل اللي هو رخامي رائع جدا راقي وبقلاصاج اللي هو لامع صار حكي جي الروعة اذا هنا غنحاول ندخلوا لتلاجة خليه يبرد شوية اذا ها هي النتيجة النهائية غنحاول نقطعها وموريها لكم كي جيت من الداخل لانها صار حكي جيرا ما تنسوش اللي كنتو اول مرة كتزوروا قناتي اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وبطبيعة الحال اذا اعجبكم الفيديو عملوا ليه لايك بارتجوا هاد الوصفة مع احبابكم والاصدقاء ديلكم باش تعمل فائدة ما تنسوش تجربوها وترجو عليها في التعاليق كي جاتكم انا اكيد انها غتعجبكم وتنال الاستحسان ديلكم اذا نخلكم مع بقية الفيديو باش شوفو كي كتجي لان انا غنضوقها معاكم وغن نوريكم كي ديرا من الداخل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة